موسيقى شاهدين الكلام في كل مكان نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من ملف خاص ضمن جولة إقليمية تقودها إلى عدد من الدول من بينها إسبانيا وتركيا ومصر حطت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان الرحالة بالعاصمة الرباط حيث أجرت مباحثات مع وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغارب المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطا ضمن جلسات الحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية وأشهدت المسؤولة الأمريكية بالشراكة المغربية الأمريكية على مستوية عدة خاصة المستوى الأمني ومحاربة الإرهاب كما جددت اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء حيث أكدت أن مقترح الحكم الذاتي يعتبر حلاً مصداقياً وواقعياً للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية للحديث عن هذا الموضوع بتفاصيل أكثر يسرني أن أرحب بضيوف الكرام والبداية ستكون مع السيد عبدالحق سنايبي الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية سيد الحق أهلاً ومرحباً بك أهلاً وسائلان أخي نوفلوم نخليك وجهة تحية إلى مشاهدين قناة ميدي أن تيفي أهلاً ومرحباً بك أيضاً الترحيب موصول مشاهدين الكرام بالدكتور عبدالفتاح نعوم المحلل السياسي سينعوم أهلاً ومرحباً أهلاً نوسا أهلاً سينوفل مرحباً أهلاً بكما إذن جولة إقليمية تتعدى ربما حتى الإقليم لتشمل بعض الدول من بينها أكيد تركيا تقود نائبة وزير الخارجية الأمريكية الجلسات ربما مع المسؤولين المغاربة تتمحور أو تدخل في إطار الحوار الاستراتيجي الأمريكي المغربي سعب الحق تعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية مع شركائها مع حلفائها لديها ما يسمى بجلسات الحوار الاستراتيجي لنعرج عليها أولاً ماذا تشمل مثل هذه الجلسات صحيح أن نموذج المغربي هناك عدد كبير جداً من الشراكات التي تذهب إلى مجال اقتصادي آخر سياسي أمني مكافحة الإرهاب أمور كثيرة جداً ولكن لماذا الولايات المتحدة تعقد مع شركائها جلسات الحوار الاستراتيجي ماذا تتوخى من خلال هذه الجلسات أولاً شكراً لهذه السدافة ثانياً هذه الزيارة جاءت في توقيت مهم جداً ونعتبر في العلاقة الدولية بأن الطايمينك هو مهم ومحدد ومؤشد ثانياً حينما تحدثم عن الحوار الاستراتيجي فهو يقصد مجموعة من المجالات الأساسية وخاصة أربعة مجالات أساسية يعني يهتم بالسياسة الاقتصاد والأمن وما هو تعليمي والثقافي لهو كي يبقى النطق فولي الولايات المتحدة الأمريكية كما قلت أن لها علاقات استراتيجية مع المغرب تعود إلى قرون ماضات وهذا ما أكدته نائبة وزير الخارجي الأمريكي ويندي شيرمان حينما قالت في زيارة لها الاستفار الأمريكي أن العلاقة تعود إلى أزياد 240 سنة وهذا الرقم للـ 240 سنة ليس اعتباطاً حيث تقول بأنه هي السنة التي اعترف بها المغرب لولايات المتحدة الأمريكية وهو أول دولة منحة الشخصية القانونية الدولية لولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي هذه العلاقة الضاربة في التاريخ تؤكد على أن الإمبراطورية أو الدول الكبرى تتعامل وتتنفس بنفس استراتيجي وليس بنفس تدبير الأزمات على سنوات قليلة وبالتالي كان هذا اللقاء الذي كانت فيها واحد تقاطع في وجهات النظر على اعتبار أنها أولاً أكدت على علاقة التاريخية لعلاقة المغربية الأمريكية ثانياً كان على الشركة الاستراتيجية ثالثاً أكدت على أن المغرب هو البوابة نحو أفريقيا ثالثاً أكدت على الدور للمرأة خامساً أنها أكدت على أنها مواقف الولايات المتحدة الأمريكية متطابقة مع المواقف المغرب خاصة الموقف الأخير للمغرب مثلاً من الأزمة الأوكرانية حين قالت أن الولايات المتحدة الأمريكية مثلها من المغرب وقعدت سياغة الجملة حرفياً أنها تحترم السيادة الوحدة الترابية لجميع الدول المنضوية في الأمم المتحدة ونقطة أساسية التي أشرتها إليها هي النقطة دي الاعتراف بمغربية الصحراء ولا ننسى تزامن الزيارة الويندي شيرمان مع المنتدى الاستثماري الذي ينعقده حالياً المنتدى الاستثماري الأمريكي المغربي الذي ينعقده في جهارات الأقاليم الجنوبية المملكة المغربية الداخلة ولا يمكن للدولة أنها ما هناك من شكك حتى في الاعتراف الأمريكي أن تكون استثمارات كبيرة وعلى أعلى مستوى تتم في نقطة هناك أو يطرح عليها 5 مليار دولار هي إثمار الإعلان الثلاثي في الدربة كبير المستثمرين الأمريكيين في منطقة الداخلة ومؤشرات كبيرة لأن هناك تنزيل الاتفاق تولاتي والتنسيل العلاقات بين المغرب والمتعادة الأمريكية صحيح تحدثت عن الحوار الاستراتيجي وما يشمله فيما يخص شركاء الولايات المتحدة والمغرب كما تفضلت شريك استراتيجي لبل أكثر من ذلك يعتبر حليف خارج حلف شمال الأطلسي أشار إلى نقطة التايمينغ وكنت أود أن أجلها إلى سؤال موجه إليك سيناء بالفعل التوقيت حرج التوقيت صحيح زيارات مثل هذه تبرمج ولكن إن كان في الأجندة بعض المحاور لكن تضاف إليها أخرى بالنظر إلى المستجدات والمستجدات فيها بالتأكيد القضية الأوكرانية الروسية يعني لا يمكن أن تكون مباحثات من هذا الحجم بين مسؤول رفيع في المملكة المغربية ونظرة له في الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص السياسة الخارجية ورسم ملامحها المستقبلية إلا وأن يتم تطرق يعني الأزمة الأوكرانية لا تعدو فقط أن تكون حرب ما بين دولتين ولكن هي أيضا عرب اقتصادية مستعرة ومشتعلة يكفي أن نقول أن برميل البترول وصل إلى 130 دولار الأمن الطاقي مهدد في أوروبا الأمن الغذائي كذلك ومثال الحدود الأوروبية مهددة كما قال بالأمس سانشيز لذلك تتحالف الدول الأوروبية مع أوكرانيا رغم بعد المسافات هل ترى بأن هذه المستجدات كانت على طاولة النقاش وفقا لعقيدة دبلوماسية مغربية راسخة تفهمها الولايات المتحدة بشكل جيد؟ طبعا هو على الأقل في وعي الدولتين في وعي المغرب وفي وعي الستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية التوقيت حاضر بكثافة ببساطة لأنه مثلا حينما نقرأ الموقف المغربي الذي حظي باهتمام في هذا الحوار الستراتيجي المغربي الأمريكي في هذه الدورة والبيان الصادر عنه حينما نلحظ الإشارة إلى موضوع التوقيت وإلى موضوع كورونا وإلى موضوع التعاون بين المغرب وبين الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بمعادلات إحلال السلام في مجموعة من المناطق العالم بوأرطة والتور لا سوى على المساوى الشرب أوسط ولا المسألة الليبية والإشارة إلى أوكرانيا هو هذا يستحضر أيضا هذا التراكم خلال الأيام الماضية وفي مقدمة هذه الأيام الماضية الموقف المغربي من الأزمة في أوكرانيا شكت صويرة عجباتني اسمح لي مرات ما كنركزوش في التفاصيل العالم المغرب وعالم الولايات المتحدة الأمريكية على قميص السيدة شيرمن أمر جميل تفصيل جميل سيميولوجيا دال على كثافة الموقف بعمق يعني يشير إليه مباشرة قلت أنه الموقف المغربي من الأزمة الأوكرانية هو يعني كذا أرضنا أن نقرأه بمستويه المستويه الأول مرتبط بالتطابق في الموقفين بين المغرب وبين الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالوحدة الترابية وصيانتها لجميع الدول الأضاء في الأمم المتحدة وأيضا فيما يرتبط بحضر اللجوء إلى العنف أو إلى القوة في العلاقات الدولية وفيما يتعلق بالنزاعات وتدبير النزاعات بعد تجربة مريرة خلتها الولايات المتحدة الأمريكية واكتوت بنارها حينما كانت قد أقدمت على مصاري المماثل إذا نظرنا إلى هذين العاملين ونظرنا معهما وبالموازة معهما إلى أن المغرب وجه رسالة ضمنية في موقفه إلى أوروبا أين هم الفاعلون الأوروبيون في البرلمان الأوروبي وفي المحكمة الأوروبية الذين لطالما ناكفوا المغرب على مساوى وحدته الترابية وهم اليوم يدافعون على الوحدة الترابية لأوكرانيا العودة مثلا إلى الوطيقة الاستراتيجية المهمة جدا التي أصدرها موقع راند أو يعني مؤسسة راند التابعة للجيش الأمريكي في العام 2017 والتي حدرت مفهوم أوروبا ليس فقط فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي بل بكل الدول المنتمية إلى القرى الأوروبية بأكملها أو ينتمي حتى جزء منها إلى أوروبا بما فيها روسيا أيضا إذن الإشارة إلى هذا المفهوم لأوروبا التي تتبنىها لولايات المتحدة الأمريكية والذي أيضا هو مفهوم المغرب لأوروبا كيف ينظر المغرب إلى أوروبا كساحة واحدة يعني فيها تشكيلات متعددة في شرقها وغربها حتى الدول التي أقسام منها أسيوية وأقسام منها أوروبية ويتعامل معها المغرب بالنظر إلى مجموعة من الملفات ومن العقد إذن الموقف المغربي قلت هذا مرارا الموقف الأمريكي القاضي بالاعتراف بمغربية الصحراء وبدفاع عن الوحدة الترابية المغربية هو موقف يعني يتبنى ملفات تعاون التي هي ملحة الآن على السياسة الدولية التي يتجاهلها وكان في الماضي يتجاهلها مجموعة من الفائلين الأوروبيين اليوم هم على المحك لأنه كيف لأوروبا التي كانت مستقرة وكانت يعني يقض نجعها الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة وما إلى ذلك كيف هي الآن وهي على محك الاستضام بقضايا جيوسياسية قد تجعلها مطرهلة ومنكشفة داخليا من ناحية الاستراتيجية وهذه المعطاياات كلها إذا استحضرناها نقول أنه التوقيت التوقيت مهم جدا في دلالته أن تأتي الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الظرفية إلى المغرب التي تجديد تأكيد على الموقف الذي لطالما حتى جيراننا لطالما حدثناهم على أنه موقف استراتيجي بالنسبة الولايات المتحدة الأمريكية وليس مرتبطا بنخب أو بطبقة سياسية تتغير من انتخابات إلى أخر ليس قرار أشخاص وإنما مؤسسات ولكن لماذا أشرت إلى نقطة الظرفية الراهنة والتطورات التي تحدث لأنه شئنا ما بين المملكة المغربية لديها رؤى استباقية ولديها استراتيجيات بعيدة المدى وعقيدة دبلوماسية ليست انفعالية تدرس الأحداث وتأخذ القرارات بناء على رواسخ وثوابت وركائز موجودة لدى السياسة المغربية داخليا كانت أم خارجية ونظر أيضا بعيدة المدى لصاحب الجلالة تتمثل بمجموعة من المشاريع الرائدة والطموحة خاصة على مستوى الطاقة إن قلنا داخليا الطاقات المتجددة والطاقات البديلة خارجيا هناك مشروع ضخم جدا يسمى أنبوب الغاز ما بين نيجيريا والمغرب فتسألت عن ويندي شيرمن هل بالإمكان بما أنه حوار استراتيجي أن تكون هذه الظرفية التي فيها الأمن الطاقي الأوروبي مهدد حديث عن هذه الرؤى المغربية التي تذهب إلى العمق الأفريقي وأمريكا تقر بأن المملكة المغربية بواجهتها الأطلاسية أو المتوسطية بوابة لأفريقيا سواء داخل أفريقيا أو من أفريقيا إلى العالم هل ترى بأن مثل هذه الأمور قد تعجل بها الأزمة الأوكرانية الروسية لكي تدفع بالأمام هذه الرؤى المغربية المستقبلية فيما يخص على الأقل الأمن الطاقي قلت كلام جد جد مهم هي حينما تفكر الدولة بنفس استراتيجي هاري يارغر هذا مفكر مستشار أمريكي قال في كتاب مهم اسمه استراتيجي ومحترف الأمن القومي قال نلجأ إلى تدبير الأزمات حينما لن توفر على استراتيجية وبالتالي حينما تتوفر على استراتيجية فأنت يكون عندك نظرة سباقية على سنوات طويلة وهذه الكلمة النقطة الأولى النقطة الثانية التي تحدثنا عنها هو أن المغرب بوابة الأفريقية هذه النقطة دائما ما تعودها الولايات المتحدة الأمريكية وأعادت تذكير بها ويندي شيرمان في الشمع مع النساء المقاولات المغربيات حينما قالت بالحرب أن المغرب هو بوابة الولايات المتحدة الأمريكية نحو أفريقيا وهذا القول لا تقوله الولايات المتحدة الأمريكية أي دولة مجلس تعاون خليجي في إسرائيل يعتبر بأن المغرب هو بوابة أفريقيا وقعت الولايات المتحدة أسمح للسلس نايبي في الإعلان الثلاثي من بين الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها هي تمكين المرأة اقتصاديا في أفريقيا وفي الشرق الأوسط المرأة والشباب على وجه التحديد ومنها هذه الاستثمارات التي تعد بمليارات الدولارات فالمغرب لديه الآن دور كبير جدا في تفعيل هذه الاستثمارات وتطبيقها وتنزيلها على أرض الواقع من خلال هدف سامي ألا وهو الذي يدخل في إطار تنمية المستدامة خطة الأمم المتحدة أو حتى خطة الاتحاد الأفريقية في 1963 متعلقة بتمكين الشباب والمرأة هذه ليست الآن هي من 2003 وكانت لوية المتحدة الأمريكية تقول بأن مجموعة من الأمور التي تعاون فيها واشنطن والريبط هي مسألة تتمكين المرأة على مجموعة من المستويات وبالتالي هذه المسألة للمرأة ارتبطة من اليوم العام للمرأة ليست جديدة أقول بأنها تعتبر بأن المغرب أولا هو ببواتها لإفريقيا ثانيا هو مقدمة لمواجهة مجموعة من تهديدات التي تهدد الأمن والأمن والسلام في منطقة شمال وغرب إفريقيا وتحدثت التفاق التولاتي بأنه من إهداف ديالي هو مواجهة تهديدات العسكرية التي تشكله إيران ومواجهة تهديدات الأمنية التي تشكلت تنظيمات الإرهابية هناك مركز بحتي يسمى National Interest نشرت قريلا وهو يعطي توصيات وأوراق بحث للبنتاجون نشرت توصياته وقال بأنه نتحرك خطيرا لإيران في منطقة شمال وغرب إفريقيا وهو ما تعتمد عليها للبنتاجون كذلك في إطار مجموعة من الدول ومجموعة من الفاعل الإقليميين والفاعلين الدولين يتحركون بنشاطه بكثافة في المنطقة نتحدث عن الصين نتحدث عن تركيا نتحدث عن إيران نتحدث عن التحرك الروسي وبالتالي أمام هذا الواقع لولايات المتحدة الأمريكية ترى في المملكة المغربية بأنها ورقة استراتيجية يمكن الاعتماد عليها لضمان انتشار تلك القوة النائمة بجانب الأمني سنتحدث عنه ولكن المغرب الآن ليس حبر على ورق الاتفاق ما بين المغرب ونيجيريا فيما يخص الغاز وهذا الغاز من المستهدف منه يعني الزبون المحتمل هو القارة الأوروبية التي اليوم يعني بين نارين بالأمس الولايات المتحدة قطعت الطريقة نحو واردات النفط والغاز من روسيا وبالتالي المواطن الأمريكي قد يشعر بأثر ذلك من خلال الأسعار التي استكون هناك ولكن أمريكا هي الأخرى قلقة على مصير قرارات أوروبية حاسمة لأنها دول يتم تزويدها بالمصادر الطاقة من روسيا أكثر من ذلك سنوف الله هو أن المشكلة الطاقة في أوروبا يهدد حتى بوحدة القرار الأوروبي نرى أن الدول الأوروبية ليست الآن على قلب رجل واحد تردد ألمانيا مثلا ووقف الألماني التي وصلت هناك تندير بأن المخزون الطاقي لألمانيا هو تحت 30% وحتى أن المخزون أقل من 30% وبالتالي تقول بأن إيقاف استيراد الغاز من روسيا ليس حلاً استراتيجيين يمكنوا أن يخدموا الاتحاد الأوروبي وبالتالي ما تفضلتم بيه هو مؤشر بهم على اعتبار أنه سيستفيد منه المغرب على اعتبار أن هناك مجموعة من المناورات لإيقافة الاتفاق دي الخط الأنبيب بالمغرب ونجيريا على اعتبار أن هناك مجموعة من اتفاقات التي يتم الترويج لها من قابل الاتفاق الربعي بين قوسيا التي يقال أنه عقد بعين دول التي لم يشر إلى مصدر رسمي وبالتالي أن أعتقد بأن هذا الأنبوب الغاز المغربي النجيري ممكن أن يحل أولاً مجموعة من المشاكل المملكة المغربية طبيعاً وأكد الاتحاد الأوروبي على اعتبار أنه يمر من دولة مستقرة أمنياً وسياسياً ومن دولة لها بعد استراتيجي ونفع استراتيجي وممكن أن تتوقع قراراتها وتوجهاتها خاصة أن المغرب لا ننسى أنه لا زال يحترم اتفاقات وقعها منذ القرن 18 ولا يزال يحترم اتفاقات وقعها منذ القرن 17 وبالتالي وبالتالي حتى من الطرفين حينما تحدثتهم الأزمة الأوكرانية فالمغرب له علاقة دبلوماسية مع روسيا منذ 1897 روسيا على عهد كاترين الثاني اعترفت مغربية الصحراء منذ قرنين مضت وبالتالي المغري في إطار دبلوماسية المحاور يحاول أن يسير أموره بما يخدم النظرية الواقعية في العلاقة الدولية أي المصلحة الوطنية ونظرية التوازن وأيضا لا يدخل المغرب في سرعة أنا سأعطيك الكلمة في ذات الإطار هذه عاقبة دبلوماسية راسخة وربما وجدنا الدول الجوار كيف لعبت بالملف في الليبي وأسفها ولكن المغرب كانت تلك الحاضنة للحوار الليبي على غير مجموعة من القضايا الإقليمية وكذا الدولية يعني تفاعلا مع الكلام مهم في الحقيقة قاله السعب الحق فيما يتعلق بموضوع الغاز واليدي بعدها يعني هو الواجهة الآن للنقاش واجهة الأزمة الآن في أوروبا كلها موضوع الغاز والطاقة هناك أربع تجارب أساسية يعني في العالم ممكن أن نأخذها تباعا لنكتشف أين تكمن نقاط القوة في المشروع المغربي الذي من شأنه أن يكون صمم أمان للحيلولة دون انزلاق الوضع فيما يتعلق بهذا العنوان عنوان الغاز تجربة أولى تجربة التي تتعلق بمشروع شركة يونيكل الذي دشنته من بحر قزوين إلى شرق الصين وإلى الغرب الولايات المتحدة الأمريكية في العام 2001 وهذا مشروع مازال قائما وموجودا ويعتبر شراكة أمريكية صينية وبعيد عن أي توطر جيوسياسي المشروع الثاني الذي يعني امتلأ بالضغوطات وشحنة الصدمات الجيوسياسية ولم يتمكن من أن ينطلق بالكاد ومشروع نابوكو في العام 2008 وكان مشروعا تركيا بالأساس وقع في تركيا في 2008 في أستبول المشروع الثالث هو المشروع السيل الشمالي الأول الذي انطلق في العام 2011 الذي هو مشروع روسي وكان استعادة عن فشل مشروع يونيكل هذا المشروع الذي يطلقه المغرب مع نيجيريا منذ العام 2011 متخلص من كل الإشكالات والمزالق والإكرهات وحتى المخاطر التي تعاني من هذه الخطوط الثلاثة إضافة إلى المشروع الذي لم يكتب له الولادة أساسا مشروع نورستريمتو بالتالي هذا المشروع المغربي هو أولا يقوم على فكرة تحفيز الإيرادات المحلية للدول التي يمر منها فيما يتعلق بكونه خادم للتنمية وخادم ثم أيضا أنه مرتبط بمشاريع أخرى إضافية ورديفة له فيما يتعلق بالطاقة الهيدروجينية والطاقة الكهربائية ويجب أن ننتبه إلى أنه ألمانيا بمجرد أن أعلنت أنها ستقوم بضخ ميزانية خاصة بمئة مليار دولار للتسليح تكلمت على أنها ستتجهة أيضا نحب الطاقة الهيدروجينية هذا إشارة مهمة وننسى أنه المغرب أعاد علاقته بشكل جيد مع ألمانيا في ظل هذه الظروف ووضع المخاض التي تعيشه أوروبا أيضا المشروع المغربي النيجيري هو مرتبط بالبنيات التحتية والبنيات التحتية يجب أن ننسى أنه كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية والمغرب هذه الدول الثلاث هي الأنشط في مشاريع البنيات التحتية في دول غرب إفريقيا إضافة إلى أن هذه البيئة الحاضنة الجيوسياسية والروحية والأمنية والتاريخية للمغرب هي منطقة غرب إفريقيا إذن هذا المشروع علاوة على أنه لا ينافس أي مشروع آخر لأنه من مصلحة نيجيريا أن تصدر أنبوبها إلى أوروبا عبر ألف خط ليس عرب خط واحد ومن مصالح أوروبا أن تكون هناك أكثر من ألف خط بالنسبة للمشروع الذي أشار إليه استعمال حق المشروع الجزائري الذي طارت يجري الكلام على أنه مشروع يجري يمر عبر النيجر وطارت الحديث عن أربع كبار في الحقيقة لا علاقة لهم بعضهم والموضوع جنوب إفريقيا والجزائر فقط هذه التوهمات وهذه الاستهامات كلها التي تجري بهذه الطريقة هي في الحقيقة للتغطية على أنه لا تملك هذه الدولة الجارة ريادة على مستوى الإقناع بأنها يمكن أن تكون حليفا موثوقا في سوق الغاز خصوصا وأنها في الضرفية التي كانت أوروبا تشهد فيها توترا وكانت على الشفير وعلى شفا أن تذهب نحو هذا الانهيار الذي نتكلم عنه الآن قامت بإيقاف أنبوب يعني ما تزال تبكي عليه أوروبا إلى الآن يعني على الأقل جنوب أوروبا إلى الآن فبالتالي موضوع الغاز هو مرتبط بالموثوقية ومرتبط بالرؤية ومرتبط بأهمية هذه المنطقة في التحولات التي شهدوا العالم نحو دفتين أطلسي هي زاوية زاوية فتحناها فيما يخص لكن مهم جدا فقراء جولة شيرمان أكيد أكيد ولكن خاصة في موضوع الغاز هذا هو العنوان الأبرز المناسب لأنه هناك ملفة دسمة أيضا كانت على طاولة النقاش هناك بكلمة ملف الغاز حاليا موضوع حساس جدا خاصة إذا ما رأينا إلى الخريطة أين توجد أهم لأحتياطات الغاز هناك نيجيريا أستراليا هناك الموزنبيق الموزنبيق في طور الاستغلال مع موجود بشكل أمني خطير بوجود هناك داعش التي استحوذت في وقت من الأوقات على منطقة بالما حيث تنشط واحدة الشركات الفرنسية في استخراج الغاز كيف يتم إيصال الغاز مثلا من الموزنبيق أو من أسترالي إلى أوروبا وبالتالي نرى بأن الرهان على المشروع الأنبوب للغاز النيجيري المغربي يمر من منطقة المغرب دولة آمنة مستقرة إلى أوروبا وبالتالي أهم أو أحسن هذا الخط يرضي جميع الشركاء يعني جميع الشركاء المغرب كلهم في العالم كله يعني هذا الخط في مصلحتهم يصب في مصلحتهم بما في الصين يعني هذا هو أهمية هذا الخط وقوته والجاذبية التي يتمتع بها على مستوى القرار العالمية ولو يؤثر أيضا على الزباء المحتملين لروسيا من أراد أن يتعامل فليتعامل ويعني لكي نطوي ملف الأمن الطاقي أوروبا اليوم أصبح التبحثية الأخرى بدورها عن بداء بالنظر إلى العلاقة المتوترة كما قلنا مع روسيا وأيضا يعني الأزمة المشتعلة نارها هناك في أوكرانيا ملف دسم أيضا هو التعاون الأمني بين الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب التعاون الأمني ليس وليد اليوم له عقود ربما ولكن تفعل هناك اتفاقيات في الدفاع وقعت بين البنتاجون وأيضا المملكة المغربية يعني تمتد لعشر سنوات 2020-2030 هناك تنسيق وتعاون مشترك وثيق في مجال مكافحة الإرهاب هناك مناورات الأسد الأفريقي هناك إشادة بالدور الفاعل للمملكة المغربية لاستثباب الأمن بالإقليم وأيضا المساهمات الواضحة للعيان في مجال محاربة الجماعات الإرهابية وعلى رأسها فلول تنظيم داعش هذا التعاون إلى أين يمكن أن يقود وأنت تتحدث عن مغرب هو بواب لأفريقيا استثمر في أفريقيا ولكن يريد أفريقيا آمنة أفريقيا غير مشتتة أفريقيا تبني نفسها بنفسها لأن ربما تهدم نفسها بنفسها من خلال مساحات جغرافية أصبحت الآن مرتعا للجماعات الإرهابية بطبيعة الحال وهذا يأتي في الاستمرارية في نطقة الاستمرارية ديال التعاون أمريكي لوليد المتحدة الأمريكية والمغرب الزيارة ديال ويندي شيرمان ليستها الأخيرة هناك السيدة وزير الخارج المغربي السيد نصر بوريت تتحدث بأنه في ماي ستكون زيارة الأنتوني بلينكين للحضور إلى تحالي القمة التي استتعقدها في المغرب حول التحالف الدولي لمحاربة داعش كذلك في تهر سبعة كانت في مراكش اللقاء الذي ستحضره للمتحدة الأمريكية اللي هو المنتدى والمتقل الأمريكي الأفريقي الاقتصادي وبالتالي هذا ينجد أفريكا فوكس جروب بطبيعة الحال يكون مراكش إن شاء الله في شهر سبعة وبالتالي هناك تهديدات خطيرة على مستوى منطقة السعر والسرعة المغرب من الدول الوحيدة التي تمتلك ما يسمى بمفهوم الأمن الشامل لمواجهة الظاهرة الإرهابية لا يمكن الاعتماد على المقاربة الأمنية المقاربة العسكرية فقط والدليل أننا نرى بأن دولة ميت الفرنسا بقوتها واعتدها أنها فشلت في القضاء على التنظيمات الإرهابية خاصة في مالي كان هناك الأوبراسيون دي سيرفال وكانت الأوبراسيون دي البارخان وكانت لأفريكم وكانت ناكوبا وبتلكت مجموعة من المقاربة الأمنية التي فشلت مما يقطع بأن الأمر يتعدى المقاربة الأمنية إلى مقاربة شمولية المغرب لديها مقاربة أمنية مقاربة اجتماعية مقاربة قصدية إعادة تكون الأئمة ودينية إعادة تكون الأئمة على الاعتبار أن المغرب يمتلك عمق لنموذجه الديني في غرب إفريقيا وبالتالي يعملون حتى على تكوين الأئمة الذين يتم تكونهم في المغرب قبل إرسالهم إلى الدول الإفريقية وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تارى في النموذج المغربي نموذج قادر ويمكن تصدره إلى القرى الإفريقية كذلك قلنا بأن المغرب قال السيد وزير الخارجي المغربي بأن العلاقة التنائية بين المغرب وولاية المتحدة الأمريكية هي مقدمة للقضاء على مجموعة من تهديدات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء ونعلم بأن كما قلت منطقة الساحل والصحراء ليس منطقة الساحل والصحراء نقول ندك نرهي مالي ما تخرش من العشرات من المنموذجه غربا وشرقا قلنا إلى حدود بالما إلى حدود الموزنبيق إلى حدود بحر الموزنبيق تغير وفق رؤية اقتصادية اجتماعية أمنية تتجاوز المقاربة الضيقة التي لجد إلى بعض الدول وخاصة أن هناك أصوات داخل الإدارة الأمريكية تطالب وبينسحب بعض القوات الأمريكية التي توجد في نيجر لكن اليوم صحيح قد يكون هناك شادة بالدور المغربي بالرؤية المغربية باستثباب الأمن ومكافحة الإرهاب والجماعات المتشددة التبادل الاستخبارات نعلم أن المغرب يعني حيض خطر إرهابي لجندي أمريكي نعلم أن المغرب ليس ببعيد يعني يوم الخميس الماضي أيضا أدى إلى اعتقال جنديكي من أصل المغربي كان يمول ويخطط لعمليات إرهابية تستهدف مجموعة من المؤسسات والكينات والأشخاص أيضا داخل المملكة المغربية وهو منتمي لتنظيم داعش هذا التعاون وثيق صحيح ولكن هناك من يلعب بالنار في المنطقة هناك أيضا من ليس من مصلحتي أن يكون هناك أمن مستتب داخل مثلا دول السحل والصحراء هناك ربما عزوف أوروبي عن المساعدة المادية وأيضا العسكرية هناك تمويل لبعض الجنرالات الذين يقومون بانقلاب هنا وهنا تماما وبالتالي هذا لا يساعد في استثباب الأمن هناك بين قوسين عدم استثمار في خيرات أفريقيا بشكل يعود بالمنفعة المتبادلة على الأفارقة وعلى ذلك المستثمر أوروبيا كان أم غربيا أو أيا كانت جنسيته وبالتالي هل يمكن لأمريكا أن تلعب دورا أقوى فيما يخص القارة الأفريقية خاصة بعدما يحدث اليوم في أوروبا والذي لن يغير فقط خريطة المشهد السياسي داخل القارة الأوروبية ولكن سينعكس على دول العالم ككل أنا أعتقد أن ما يجري في القارة الأفريقية فيما يتعلق بهذه المشكلات سببه ربما عاملان رئيسيان اسمهما المثقف والمفكر الفرنسي جونس فرونسو باير السياسة البطون يعني ووضعهما عمام مشكلتين المشكلة الأولية هي مشكلة العسكرية تارية مشكلة العسكرية تارية أو هذه ظاهرة الإنقلابات العسكرية والحكم العسكري ونزعة طبقة أو فئات عسكرية أو جنرالات أو ما إلى ذلك إلى الاستيلاء على الحكم بطرق خارج عنظمات الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة والمشكلة الثانية هو مشكلة الفساد يعني مسألة البطون والفساد والبحث فقط عن الاغتناء من المال العام ومن المقدرات الشعوب الإفريقية للأسف الشديد تحدث بجوارنا الدولة ما تزال يعني تعتاش على هذا النموذج وتحاول أن تسوقه بكل الإمكانيات وأن تبحث بجميع الطرق عن إيجاد نظائر لها في هذه المنطقة لأنه تشعر أن هذه خواص الرخوة موجودة في هذه المنطقة في منطقة الساحل والسحراء وأنه الحل لكي يبقى هذا النموذج متسيدا في هذه المنطقة هو أن يدعم مثل هذه الأشكال وهذه الصياغ الفرنسيون والأوروبيون مشكلتهم في مواجهة ظاهر مثل الإرهاب والتطرف وأنهم فاقدون للمصداقية الأخلاقية باعتبار أن المستعمر القديم وبالتالي أيديهم مغلولة في مواجهة هذه الظاهرة القادرين على الاشتباك معها وبالتالي فالبيئات الحاضنة هي أقرب لأن تتشكل لصالح هذه الجماعات والمجامع الإرهابية من أن تخدم وتكون لصالح الفرق أو الجنود أو العمليات العسكرية الغربية هنا يأتي التمييز المغربي التمييز المغربي هو ضد العسكري تاريا مع الديمقراطية مع التنمية أولا ومع تمكين المواطن من حقوقه وإضافة إلى هذا لديه ما يكفي من الجدارة الأخلاقية ومن الجدارة القيمية لكي يشتبك مع الظاهرة الإرهابية لا على المستوى القيمي باعتبار مؤسسة إمارة المؤمنين وتأثيرها الروحي في كل الفضاء الإفريقي أيضا للاشتباك النظري والاشتباك الفقي باعتبار الترسانة التي يمتلكها المغرب فيما يتعلق بالفقه المالكي وما يتعلق بالسند الصوفي وما يتعلق بهذا السند الروحي العميق والذي يحظى بإجلال كبير في القارة الإفريقية وبالتالي فالأوروبيون والولايات المتحدة الأمريكية يعرفون أنه المغرب هو الأقرب إلى بناء شبكة اعتدال في هذه المنطقة بأكملها هذا بالمناسبة حينما تكلمت عن الراند في العام 2004 وفي العام 2007 لديه تقرير يتكلم عن أهمية هذا الإرث الروحي في مواجهات الظواهر الإرهابية المشكلة الأوروبيون هو أنهم يقومون بعملية مقايضة يقايدون أحيانا أشياء لا تقايد يقايدون ملفات قانونية أو ملفات سياسية أو ملفات اقتصادي ذات طبيعة متعلقة بالتعاول الاقتصادي والمزايدات الاقتصادية ومنطق السوق يقايدونها بالمخاطر أنا أختم بفكرة مهمة جدا ما أشر إليه جلالة الملك حينما في الرسالة التي وجهها إلى القمة الإفريقية الأوروبية حينما تكلم عن مدخل الثقافة ومدخل التعليم كان مهم جدا بأن العصب الحقيقي للوقوف والحيل ولدون استفحال هذه الظواهر في منطقة غرب إفريقيا والساحل والسحراء هو بالرهان على الأجيال الناشئة الآن يجب أن نتساءل وأن تتساءل أوروبا إذا كانت تخشى اليوم من الإرهاب ومن الهجرة ومن هذه الظواهر أن تتساءل ما مصير الأطفال والشباب الذين ينشأون الآن في كنف هذا الوضع الأمني كيف يمكن تحصينهم والوقوف في وجهه ألا يتحولوا إلى حطب لهذه الظواهر قد يؤدي إلى أضرار أخطر بألاف المرة مما يتعيشوا الآن وتقف أيضا مكتوفة الأيدي أمام جماعات انفصالية للأسف تنتهك حقوق الطفولة وتقوم بتجنيدهم في سن مبكر وفي نفس الوقت وبجوارنا السينوفل هناك من يكرس هذا النموذج شعر أقول جماعات انفصالية المعروفة في مخيمات تندوف يعني هناك تقارير حقوقية تؤكد ذلك تفضل لو تفضلت أن تتحدث نقول واحد القولة يعني سبحانه من خلق الجنة وانظار وسبحانه من خلق الخير والشر وسبحانه من خلق الجزائر والمغرب يعني على طرفين نقيد يعني حين نتحدث عن الجزائر في منطقة الساحل والسهراء يعني حينما نرجع إلى مذكرة بعد القيادات العسكرية في الجزء الجزائري هناك مذكرة في نسان ناقب أحمد شوشان الذي يقر بأن أول نظيم إرهابي تم زرعه في منطقة الساحل والسراء تم مماركة من مخابرة جزائرية التي دفعت بجمال زيتوني اللي هو كان لأمير ساد الجمع الإسلامي المسلحة الجياء والذي كان عامل مخابرتي بامتياز حيث تم تعيين ماء المختار بالمختار المرقب العور أو مسيوم البورو في منطقة الساحل والسراء لأولا لاقتناص المعارض ثانيا لإنشاء الخلال الإرهابية لا يمكن تعويلا للنظام وصل إرهابه إلى أوروبا لا يمكن تعويلا للنظام قام باختصاف طائرات قام باغتي المعارضين السياسيين وقام بتفجيرات إيروير التي نظر لهذا كعلي توشنط الذي كان عامل مخابرات الجزائرية والذي كان يقوده ويوجهه ميلو قبل كورونير الحبيب في فرنسا هناك كلام خطير مئة مئة عنصر من بوليزاريو ينشطون في جماعات الربية وحتى عدنان أبو الوليد سحراوي الذي درس بجامعة الإخوان من توري باكسنطينا والذي تم دفعه إلى منطقة السحر والسحراء وكان قياده في جامعة التوحد والجهات غرب إفريقية ثم تحول إلى قياده في جامعة المرابطين ثم حينما اختلفه بالزعمة عن مخصر بمخصر قام بتنظيم داعيش في السحراء الكبرى والغريب العجيب أنه بعد اغتياله أو من طرف القوات الفرنسية بعد مقتله بيوم واحد تعلق الجزائر الرحلات أو تمنع الطائرات العسكرية الفرنسية نقطة مهمة لأن حينما تحدث على الضور بمجموعة من الدول في استدامة من هذه الأجواء تحدث عن الشركة الكبرى وهناك كتاب مهم كان لوزير داخلي الأسبق الجزائري الذي هو دحوة قابلية لأسف أنه من أصر المغربية والذي ألف كتاب سمهه بوصف إيلو مالك وتحدث وقال بأن مجموعة من الشركة الطاقية والنفطية الكبرى كانت تشجعون على الذهاب بعيدا في ملف الصحراء المغربية وقالت بأننا سنساعدكم في تدبير هذه الموارد الطاقية في الصحراء المغربية في حالة انفصالها على المغرب هذا هو السؤال المركز الذي يطرح اليوم إلى متى مثل هذه القوة التي تعتبر نفسها قوة ضاربة وإقليمية لا نقتصر في الحديث عن الجزائر بل هناك أياد خفية تلعب في مجموعة من الملفات إلى متى سيمكن أن يتم السمح لها بلعب هذه الأدوار الخبيثة بين قوسين خاصة وأن الولايات المتحدة اليوم انت ذكرتم معي يعني عودة الروح للملف الليبي كانت بتعيم ستيفان وليمسي يعني أيام غسان سلامة المبعوث الأممي الأمور كانت مياه راكدة لا تتحرك ولكن حين بدأت اتفاق الصخيرات 2015 وحوارات صخيرات وبوزنيقة واجتماع البرلمان الليبي لأول مرة في مدينة طنجة لو تلك اليد النظيفة التي وضعت من طرف المملكة المغربية باحتضان هذه الحوارات وصولا إلى اتفاق برلين الذي مهد لصناعة وجينيف أيضا مهد لبناء المؤسسات الليبية من أجل عملية انتخابية كانت تقام متى أكتوبر الماضي ولم تقام لمجموعة من الأسباب شهد الغرب وشهدت الولايات المتحدة دور المغربي الفعال وشهدت بعض الأياد الأخرى التي كانت تلعب دور المفرق من يريد فيكم الإجابة على هذه المسألة الملف الليبي ملف الليبي نموذج لدور المغربي الفعال على المستوى الإقليمي وتمت الإشادة به من طرف ويندي شرمان خلال هذه الزيارة ولكن في نفس الوقت تشيد الولايات المتحدة بدور المغربي لكن عليها أن توقف بعض الأدوار الخبيثة في المنطقة التي ستؤدي إلى أكثر من نسخة من ليبيا في مناطق متعددة هو إذا عدنا بالذاكرة إلى الوراء قليلا يعني هذه العشر سنوات أو هذه العقد الماضية ندوم العام 2011 فتحت مجموعة من الملفات على مستوى الإقليم على مستوى الشرق الأوسط على مستوى الشمال إفريقيا على مستوى الساحل والصحراء وصولا الآن آخر الدواء الكي يعني الاستضام بين هذه القوى الصاعدة والقوى التقليدية في النظام الدولي بلغ مداه وبلغ على صقف وكان آخر الدواء الكي مع أوكرانيا بمعنى أنه الآن تفتح جميع الملفات التي كانت قد وصلت إلى أوجهها خلال هذه العشر سنوات الماضية بصدد التفاهم على كل الملفات دفعة واحدة لأن النزال الجيوسياسي الروسي الأمريكي في أوكرانيا لأنه في الحقيقة هناك ثلاث معارك تدور في أوكرانيا أنا أسميها ثلاث معارك في معركة واحدة المعركة الروسية الأوكرانية هذه هي الجزء الظاهر من جبل الجليد والمعركة الروسية مع الناتو أو النزال الروسي مع الناتو مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا هذا الجزء الذي يكاد يكون في الخلف مباشرة لكن هناك نزال أيضا الأمريكي الأوروبي خلاف أمريكي الأوروبي أيضا نزال أمريكي الأوروبي في هذه المعركة هذه الملفات حينما تفتح كلها في المساحة الأوكرانية في صحن أوروبا أوروبا لماذا فعلت كل هذا يعني لماذا كان هذا الصراع بين الروس وبين الأمريكيين وبين كل هذه القوى واحتل مساحات في الشرق الأوسط وصولا إلى اليمن ووصولا إلى ليبيا ووصولا إلى الساحل والصحراء لماذا كان هذا الخلاف هنا لأنهم كانوا يحاولون أن يبعدوا قدر الإمكان الخلاف عن أن يصل إلى أوروبا ماذا ما الآن وقعوا في المحظور ووصلوا إلى أوروبا وأصبحت أوروبا نفسها يعني ما صرح لهذا الاستضام يجب أن تفتح جميع الملفات وبمنظور يعني يؤدي إلى صياغة تفاهمات تقرب أكثر من حفظ مصالح الكل لأنه الآن خطر بات يعني بمدأة بدأت الحرب على أوكرانيا هناك ثلاثة عنوان رئيسية عنوان اللاجئين والمهجرين الذي يقود مطجع أوروبا عنوان مشكلة الطاقة ومشكلة الغاز وعنوان مشكلة الاستضام النووي يعني ثلاثة محددات رئيسية لهذا المشهد إذا أردنا أن نحاول أن نجد تفاهمات كدول وكقوى عظمى في هذا العالم ونحفظ هذا النظام الدولي بالحفاظ على مصالحنا فيما يتعلق بمسألة الطاقة وتحمل أباء بشكل مشترك ومتساوي فيما يتعلق بمشكلة اللاجئين والمهجرين التي يبدو أنها لم تعد تأتينا فقط من الساحل والصحراء ومن الشرق الأوسط وبالمقابل الحيل لا دون الوصول إلى الخطيئة الكبرى التي تتعلق باستضام نووي فيجب أن نفتح جميع الملفات في وقت واحد ونجري تفاهمات على الكل بما يحفظ مصالح الكل لذلك نلاحظ الآن هذه الكثافة وأعتقد أنه الدور المغربي هنا وهذا هو الشاهد من الكلام يعني حتى لا نتوه في كل الخيوط الشاهد من الكلام هو أنه الولايات المتحدة الأمريكية التي هي المايسترو الأساسي لكل ما يجري في العالم الآن حينما تأتي إلى المغرب وتجدد الالتزام بما كان قد حدث قبل سنة فهي تعيد الأمور إلى نصابها بأنه الحاجة إلى شريك موثوق هو في وجه الساحل والصحراء وبإمكانها أن يكون شريكا موثوقا في هذه الملفات هو شريك أساسي في موضوع الغاز والطاقة وبإمكانها أن يحل مشكلة الطاقة لا مع الروس ولا مع الأوروبيين ولا مع القوى الأخرى هو أيضا الأقرب إلى منطقة الشرق الأوسط والقادر على أن يكون صمام أمان لدفع عجلة التسوية وعجلة السلام في هذه المنطقة أيضا بشكل سليم ومتوازن ومحايد وبالتالي هذا الحوار الاستراتيجي في هذا التوقيت هو يعكس كل هذه الملفات جملة واحدة إضافة إلى الملف الليبي الذي لا يمكن أن ينكر أي فاعل سياسي في العالم أنه المغرب هو صاحب تجربة أنجح على مستوى إدارة الأزمة الليبيا صحيح موزة مع المتحدة ودعما لها وبكل شفافية وحيادية أكيد نتعمق في الملفات بشكل أكبر وأرحب لنراها بكل الزوايا من خلال فقط تخيلوا معي زيارة لنائبة وزير الخارجي الأمريكي إلى المملكة المغربية وإذا بالفعل القضايا الدولية مرتبطة وهدية فاتورة سيسني بالعولمة التي جعلت أملك بكل مشتقاته غذائي وطاقي ونفطي واليوم مع أسعار النفط المشتعلة بسبب الحرب على أوكرانيا يعني حتى على مستوى التضامن ربما بين الدول في المجال الطاقي سيكون هناك مخترحات تفعل فيما بعد ولكن لكي لا نمر مرور الكرام على نقاط رئيسية كانت في هذا اللقاء بينها هو الدور الذي تلعب الولايات المتحدة فيما يخص تعزيز العلاقة مع إسرائيل يعني تعرفون أن هناك إعلان ثلاثي تم توقيعه هناك تمثيل دبلوماسي لإسرائيل داخل المملكة المغربية ومغربي آخر هناك تبادل تجاري كما قالت وزيرة الاقتصاد والمالية في إسرائيل التي زارت المملكة مؤخرا بأنه سيرتفع إلى نصف مليار دولار صحيح دون مستوى التطلعات ولكن شراكة في الأمن شراكة دفاعية أخرى فيما يخص التجارة والاقتصاد والولايات المتحدة لها دور محوري وفي الكفة المقابلة ما تفضل به الصناعوم أن الشرق الأوسط منطقة التوتر والقضية الفلسطينية بالنسبة للمملكة المغربية قضية مركزية والمملكة تحاول أن تذوب الخلافات وأن تساهم في أن يكون هناك عودة إلى الطاولة المفاوضات كيف تنظر لهذا الملف ككتلة واحدة؟ بعلاقات اقتصادية وأخرى دور ما الذي يحاسم في الساعة أنا كنت أريد أن أعرج إلى واحدة النقطة الأساسية تنوهنا باستناعهم الموضوع دي الليبي أعتقد بأن اتفاقية ديال أو اللقاءة جونيف بيرلين واحد بيرلين جوج لم تصل إلى 10% اتفاق سخيرات واتفاق ديالبوزنقة وأنا أمامي اتفاق سخيرات كانوا القاعدة جميع النقطة محاربة الإرهاب احترام السيادة الليبية خروج القوات الإجنبية التوازن بالمؤسسات الدور الذي يلعبون المؤسسات الشرعية آلية تعيين في المناصب العليا كلها ولدت من راحة اتفاق سخيرات وزنقة والدليل وأن ديبي بأنداء كان كل عندما ينتهي لقاء بيرلين الغد يتوجه إلى المغرب ويقول بأنه زيارة اعتراف ويرفى للمملكة المغربية هذه النقطة الأولى النقطة الثانية حينما نتحدث على دولة أو نظام شرق الجدر الذي يعتبر نظاما قلقا فهناك مجموعة من الدول الأوروبية أو دولة أوروبية التي ساهمت في هذا الصراع منذ استقلال للمغرب ومنذ الخمسينة إلى الآن وإذا كانت هناك دولة نعتقد بأنه حينما كان الحراك كانت هذه الدولة ترفض لقاء رموز الحراك ترفض دعم الحراك ساندت ساهمت في دعم وتقديم الدعم السياسي واقتصادي والمالي لهذه الدولة حتى عندما كان رئيسها يخضع في المستشفى الألمانية بين نحية الموت هذه النقطة الأولى حينما تحدثت عن الشرق الأوسط القدية الفلسطينية هو السيد ناصر بوليتوزي الخارجي المغربي عادت تذكير على الموقف التابت المغربي الذي يتلاقى مع الموقف العربي وحتى مع الموقف الفلسطيني حل الدولتين الدولة فلسطينية عاصبتها لقوة الشرقية عودة اللاجئين هذه نقطة ثلاثة من فالثلاثة التي المغربي يؤثر عليها حينما تحدثت على علاقة المغربي الإسرائيلي فأنا دي ما أقول إسرائيل هي المغربيز حيث يقتلون حولها ربع الساكنة وهم مغربي ودولها هو المغربي وهناك جزء كبير حتى من الحكومة المغربية الذين هم مغربي أصلا ويفتخرون في الحكومة الإسرائيلية وهم يفتخرون أنهم مغربة وحتى يلقبون الجلال الملك بسيدنا وهذا معطى أول ثانية النقطة الثالثة التي أريد أن أتحدث عنها هي العلاقات المغربية الإسرائيل الأمريكية كما قلت يعني يعني تحدث عن مخططي العشر سنة وقتها العشرين سنة على خمسين وشرين سنة على حوار على المدى البعيد وبالتالي المغرب مواقفه تابتة من القدية الفلسطينية وأنت تتعلم حتى بعد اتفاقات تتبعه كانت هناك مباركة من حكومة الوطنية الفلسطينية وكانت هناك زيارة لرئيس حركة المكتب السياسي حالح حمس في غزة الذي زار المغرب وقال بإنه زيارة برعاية ومباركة ملكية وبالتالي لا البراغماتية حاضرة في الزنب الفلسطيني وهم يعلمون يعني من أشهد من وجهه سمن انتقاد بعد زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي للرباط بعد هيهم زره عباس في منزله يعني هذه الأمور ربما الآن الملفات لا تخدم بالعواطف ومن يجيش العواطف استسنايفي فقط إشارة بسيطة وأعود إليك من يجيش عواطف الناس فيما يخص خاصة الملف الفلسطيني اللي يعتبر حساس لجول الشعوب العربية والإسلامية حين تضعه في الميزان ترى بأنه دولة بيترولية قامت باحتضان اجتماع مال الفصال وآخر لكذا ودخلت حتى على الدور المصري وهذا ما أغضب القاهرة لا نريد أن نتعمق في الموضوع بشكل كبير ولكن في الميزان أرى في القدس كل إنسان ولكني لا أراك إلا أنت أرى المغاربة عبر بيت مال القدس يقومون بالبناء والتشجيل ودعم المقدسيين والمدارس والجامعات حتى الفن هناك مصرح مغربي يشهد له القاسي والدني أمور كثيرة جدا ترميم القدس ترميم المنازل مساعدة المقدسيين على دفع الضرائب والجزية بين قوسين التي قد تدفعهم إلى الهجرة وما ذلك المغرب الحمد لله يدعم لجنة القدس بميزان تفوق 87% ولكن في نفس الوقت لديه أيضا دعم لمسيرة السلام ويريد أن يعود السلام إلى المنطقة لأن تبقى تلك الشعارات الفطفى أنا قلت على كلام مهم يا أخي حينما يتحدثوا على مستويات السرعة هناك خمس مستويات هناك الهدف السياسي ووصلوا إلى الهدف التاكسيكي خمس مستويات المغرب وفلسطين والدامع العرب يتفقون على مستوى الهدف السياسي الأسماء اللي هو قلناها الثلاثة هدفة تدمير هذه السرعة وتدمير هذه العلاقة بين إسرائيل هو الذي يختلف مع أنه الهدف واحد ثانيا أن المغرب رسميا المغرب أنه يضع القدية الفلسطينية الوحيدة التي يضعها في مصاف القدية الوطنية ثالثا أنت ترى أن قال عبد العلوي أننا نعيش في جزيرة أن نعيش في محيطين بأجلس تراتيجي عدائية عندنا المحيط دينا ثلاث دول اثنين منها تطارف الكيال الوهمية واحدة توفر الدعم السياسي والمالي والإعلامي التي هي إسبانيا وبالتالي أمام هذا الواقع هناك موقف أوروبي غامض الذي دائما يشير إلى المغرب وبالتالي المغرب من حقه أن يبحث عن حلفاء استراتيجي موطوقين لأنه لا تقف في هذا الجوار نسبيا وبالتالي وجدنا هناك مواقف صريحة من إسرائيل وجدنا بأنه مواقف صريحة من الولايات المتحدة الأمريكية وهذا لا يعني بأن المغرب لا يملك سيادة سهو على مستوى القرار السيادي الخارجي وكان عدم كان الغياب على حضر المتحدة الجلسة الصويت أقوى دليل على أنه يمتلك علاقة استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية وحتى مع روسيا لأن روسيا تعتبر المغرب بأنه شريك استراتيجي أول في أفريقيا في حين تعتبر الدولة من دم شرق الجدر مجرد زبون وروسيا كانت ستوقع اتفاقيات ستجعل من المغرب في مجالة الطاقة وأمور كثيرة جدا ستجعل من المغرب الشريك الأفريقي الأول هو الآن الشريك الأفريقي الأول لروسيا لروسيا الاتحادية ولكن في ذات الإطار السنيبي المغرب قلتها قبل قليل المغرب له قرارات سيادية والمغرب لا يقدم مبررات يعني حتى المملكة المغربية بان انتفاضة الأقصى حين قطعت علاقاتها مع إسرائيل فهو كان قرار سيادي وحين تعيد تلك العلاقات فهو قرار سيادي مبني على مصلحة المملكة المغربية ولكن أيضا لا يبنى على مصالح الآخرين وهذا في دلاء الكثيرة جدا ويناش نختصر الحوار في هذا النقطة ولكن لا ننسى رسالة الملك محمد السادس في يوم دعم القضية الفلسطينية والحديث عن الدور المغربي الفعال والذي سيتم رؤية ربما تجلياته على أرض الواقع صحيح اليوم مسيطرة الأزمة الأوكرانية ولكن في القريب العاجل ستكون هناك تجليات للدور الذي يمارسه المغرب من أجل حياء عملية السلام في الشاقة الأوسط نتفاعلا معكم مع استعاد الحق بالنسبة لي هذا الإشارة الآن كان في المخرجات الحوار الاستراتيجي الذي حدث يوم أمس الإشارة إلى اتفاق تولاتي هذه العناصر الثلاثة في اتفاق تولاتي فيما يتعلق بالاعتراف بمغربية الصحراء أو فيما يتعلق باستناف العلاقات الديبلوماسية مع إسرائيل هذه الملفات هي ربيطة ببعضها باعتبار سياق ولسا باعتبار المضمون المضمون كل ملف مستقل على الأخر الموقف المغربي من القضية الفلسطينية واستئنافه العلاقات مع إسرائيل يعني هذان الملفان أيضا منفصلا في المنظور المغربي في السياسة الخارجية المغربية موقف المغرب من علاقته واستئنافه العلاقات مع إسرائيل لا علاقة له مطلقا بموقفه الموقف تابت من عدالة القضية الفلسطينية ومعالجتها وفت مجموعة من المبادئ تنطلق من القانون الدولي يتفق عليها الفلسطينيون والإسرائيليون التيار المعتدل في إسرائيل لأن المتطرفون في إسرائيل هم مثلهم مثل من يريد أن يجمد هذه العملية من من يتكلمون حتى في العالم العربي يتمنون نفس الموقف أفكدور لبرمان مثل هم مثل حزب الله يفكرون بنفس طريقة يريدون الوضع أن يبقى على ما هو عليه لأنه في صالح ما يبقى الوضع على ما هو عليه الموقف أو مسألة الاعتراف الأمريكي بمغربية سرع منفصل تماما عن كل هذه الملفات إذن هذا لا يعني أنه هناك ترابط من ناحية المضمون بهذه القضايا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أنا أشير إلى ما كانت قد قالته هيلاري كلينتون في اجتماع في الآيباك في العام 2010 ويعتبر وثيقة يعني المعتمدة في الآيباك تحدثت على أنه هناك ثلاث عناصر على الأقل تجعل من هذه التسوية عملية عاجلة ينبغي على الإسرائيليين المتطرفين أن يقبلوها كتنازلات مؤلمة وإلا فإنها ستؤدي إلى خروج وانسحاب كل خيوط من أيديهم في مقدمة الموضوع الديمغرافي الذي لم يعد لإسرائيل أن تسيطر عليه حتى في الداخل الفلسطيني أيضا الموضوع التكنولوجي الذي لم يعد بمقدور إسرائيل معه أن تواكب هذه العمليات الأمنية التي تستهدفها عند كل حرب منذ العام 2012 2008 و2012 و2014 مثلا كما شاهدنا في غزة أيضا الموضوع المتعلق بالأيديولوجيا مسألة الرهان على أن يتنازل الفلسطينيون عن حقهم بمقتضى أن هناك تغيرات إيديولوجية في العالم وأنه مسألة أمر مستحيل هذا مستحيل وبالتالي الإسرائيل في العقل الإسرائيلي هناك قناعة بأنها تحتاج إسرائيل هي التي تحتاج إلى أن يكون هناك هذا الموقف المعتدل في العالم العربي وهذا الموقف الذي من شأنه أن يتصق مع القانون الدولي ويوصف هذه القضية بشكل عادل ودائم ويضمن سلاما دائما هذه الملفات ومنطقة رمي إسرائيل في البحر ومنطقة لا التالة للتفاوض هذا ما قسم مدهر قضية سألوا قولديا ماير قالوا لها كيف تمكنتم من بناء هذه الدولة في قضون هذه السنوات قالوا جعلنا العرب دائما وابدا كان يقول هل هذه الجماعة التي ستبني دولة هل بقيوا مع النوايا ونحن نقوم بالأفعال وخطاب المظلومية نعم اليوم في دقيقة ونصف كل هذه الملفات والمتغيرات التي تشهدها السياسة والعلاقات الدولية وتغيرات جذرية قد نقول تعيد رسم المشهد العلاقة الأمريكية المغربية ستكون في طريقها إلى الأمام ستبقى مكانها أم ربما بين المنطقتين أشرتهم إلى نقطة مهمة وربما تم تجاه النقطة أهم منها حينما نتحدث عن صناعة القرار السياسي فهناك النظرية الوظيفية وهناك النظرية البنيوية وهناك أيضا نظرية السلوكية نتحدث عن رأس الدولة حينما تمتلك ملك في قيمة جهلة الملك محمد السادس الشخصية رزينة متزينة دهاء ديبلوماسي وستراتيجي وقوة كاريزما ونقع وصفاء حينما تواجه ألمانيا بذلك الخطاب وحينما تواجه إسبانيا بذلك الخطاب وحينما تواجه فرنسا بذلك الخطاب فأنت تعني أنك دولة قوية ورأس الدولة قوي قادر على اتخاذ القرارات الحسيمة في الوقت الذي نجدها دولة أخرى لا تقدر على اتخاذ قرارات على اعتبار أنها كما نقوله في المدرسة القرار يسلدمه بالدرجة اللي سمحتين قولها الضراري لكن أنا أعتقد بين اتفاق الحوال استراتيجي مع المغربي الأمريكي أنه مستمر وأن المغرب غادي أنه يأخذ الدور دياله الطبيعي كقوة إقليمية يقال منذ أي أمريكي أنه تابت عند الأمريكيين لكن مسألة الدور الوظيفي كما تتحدثون في العلم السياسية لم ولن يكن للمغرب هذا الدور لا دور الوظيفي بمعنى الوظائف كيف تصنع لا لأن هناك بعض الدول صحيح بعض الدول لا أقول أن تلعب دور الوظيفي داخل فهمت فكرتك ولكن أنا أقتبس منك هذا المصطلح لأنه بالفعل هناك بعض الدول التي تلعب دور الوظيفي مناسبات آني تنتهي بانتهاء وهذا اللي قلنا بأن الدول التي تلعب دور الوظيفي والتي تلعب منطقة دبيل الأزمة وهذه الدول التي تفتقد إلى استراتيجيا شكرا لك دكتور بالحق سنايبي وأنت الخبير في الشؤون الأمنية والجيو استراتيجية وأيضا شكر موصول لك الباحث والمحلل السياسي دكتور الفتاح نعم مرحبا شكرا موصول لكم مشاهدين على حسن المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة